هبتدي أخبارنا النهاردة بخبر خاص بناتزة مالك ويمكن طبعاً الكل تابعوا النهاردة يعني كل متابعي ومحبي كرة القدم وأخبار كرة القدم بقرار مجلس دارة ناتزة مالك أو اللجنة المسؤولة عن إدارة ناتزة مالك بعدم المفاقة على لعب مباراتهم أمام أسوان في الدور قبل النهاي وبالتالي الأمور الخاصة بهذا اللقاء لها أو السبب أن يحصل حاجة زي كده أو ياخد قرار لجنة الزمالك بعدم لعب هذا أو هذه المباراة نتيجة أن الزمالك بيلعب فيه دور القبل النهاي وأندية أخرى لسه حتى الآن طبعاً ما اشتغلتش أو ما لعبتش ووصلت لنفس الدور وده يمكن هو السبب من خلال طبعاً القرار اللي تلعب من لجنة ناتزة مالك أنه هو ده السبب الوحيد وهي مبدأ تكافؤ الفرص ويكون نفس المستوى أو نفس الليفل اللي بيلع فيه ناتزة مالك يكون بنفس الفرق الأخرى اللي بتكون متواجدة فيه نفس البطولة طبعاً هو نفس الموضوع على الجانب الآخر في الدوري المصري وزي ما انتم شايفين يعني فيه بعض المبارات المؤجلة للنادي الآلي نتيجة طبعاً مشاركته في بطولة أفريقيا وهو مزنبو يعني أكيد النادي الآلي كان في وقت موقعات هو بيرامتز كمان يعني بيرامتز برضو من الفرق اللي كانت برضو بتشارك لكن بيرامتز لعب 25 لقاء حتى الآن نادي الآلي 23 لكن في الآخر هو الموضوع بيتحاول أنك تقرب بشكل كبير من عدد المبارات يكون كله لعب بنفس عدد المبارات بس أنا ده كنت حابب أبتدي به والأمور الخاصة بالنادي الآلي والزمالك والنادي الآلي تمام بالخاص بعد هذا الخبر بس خليني بس أقولكم بخصوص النادي الآلي ومباراتهم المتبقية والنادي الآلي ومباراتهم المتبقية حتى الأسبوع الأربعة وثلاثين المحلة هتكون أولى مبارات نادي الآلي بعد العودة مرة أخرى للمبارات لتحادسكنداري ثم الإسماعيلي ووادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي أما الأهلي فعنده عدة مبارات متبقية بداية من يوم 22 يوليو إن شاء الله هتكون مباراته أمام البنك الأهلي والإنتاج الحربي بعد ذلك ثم أسوان ثم ووادي دجلة ثم سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي أمانكم على الشاشة دي مبارات الآلي والأهلي هيتجي على حضراتكم على الشاشة دلوقتي بعد كلا الأهلي هيلعب لإسماعيلي يوم 9 أغسطس وإمبي يوم 12 أغسطس ثم مباراته أمام طلع الجيش يوم 16 أغسطس والأهلي والمصري يوم 20 أغسطس ده يمكن بعض المبارات لسه طبعا فيه مبارات ضد الجونة وأسوان في آخر جولتين هتكون طبعا مبارات هتتحدد فيه وقت آخر بالنسبة للنادي الأهلي دي المبارات الخاصة بالفريتين طبعا كان الخبر متصل بعدم موافقة لعب أو نادي زمالك لعب مباراته أمام أسوان في الدور قبل النهائي وده السبب من الأسباب أيضا فيه سبب مهم جدا فيه بيان نادي زمالك إن يتحدد موعد المبارات النهائية بالنسبة لمبارات كاسمس في هذه البطولة أو في هذا العام وده برضه سبب مقنع بالنسبة لهم